وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحرص على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة في مختلف مناح التنمية بالدولة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتوصيات ونتائج هذا المؤتمر لتنفيذها أسوة بنتائج المؤتمر السابق في أغسطس الماضي أحرص الدولة المصرية على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة في مختلف مناحي التنمية بالدولة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات مع المتابعة المستمرة لتيسير المتطلبات الخدمية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية لأبناء الوطن بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية والمكاتب العمالية والثقافية والتجارية بالخارج وكذلك من خلال آليات التواصل المستدام مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وختاما وكما نفذنا التوصيات الصادرة عن مؤتمركم السابق والذي عقد في أغسطس الماضي أتطلع إلى توصيات ونتائج هذا المؤتمر وفقنا الله لخدمة وطننا الحبيب وأبناء مصر بالداخل والخارج